سار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نهج التطوير الذي يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدأ لما فيه مصلحة البحرين في حاضرها ومستقبلها من تنمية ورخاء وأمن واستقرار فوضع سموه رؤية شاملة لمختلف قطاعات المملكة حتى باتت اليوم تنعم بالتقدم والازدهار مسيرة حافلة بالعطاءات دون فيها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء إنجازات تفخر بها البحرين ويشهد لها التاريخ في مواصلة الإدارة الوطنية وها هو اليوم جلالة الملك المفدى يجدد التأكيد على عطاء أبناؤنا وبناتنا الكرام بمعية صاحب السمو الملكي ولي العهد لتجديد النهضة التاريخية والبناء على ريادتها وها هو سموه يتقدم الصفوف في حمل لواء المسئولية والأمانة الوطنية مشيدا جلالته حفظه الله ورعاه برؤيته الموفقة وقيادته الملهمة وجهوده المتميزة فانتهج سمو ولي العهد رئيس الوزراء في مسيرته نهج التطوير الذي يتماشى مع هداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حيث كان لسموه دور بارز في تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال ترأسه وإشرافه المباشر على لجنة تفعيل الميثاق إن مسيرة التطوير لأداء الحكومة بما يواكب متطلبات العصر والمستقبل مستمرة وفق توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والمسؤولية اليوم علينا جميعا بأن نواصل العمل وفاءا وإخلاصا للجلالة أيده الله وللوطن وسنعزز المبادئ التي ترتكز عليها مساعي التطوير ليكون الجهاز الحكومي متجاوبا ومتفاعلا في خدمة المواطن قاد سمو ولي العهد رئيس الوزراء بكل حكمة رحلة التمييز في الأداء الحكومي بما يتطلب مع مستجدات العصر والمستقبل فوضع سموه حفظه الله ورعاه خارطة طريق لعمل مجلس التنمية الاقتصادية والذي تمخذ عنه اطلاق رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين كما رسم سموه ملامح الملتقى الحكومي الذي يجمع القادة وصناع القرار لمناقشة القضايا والتحديات الرئيسية ومن منطلق حرص سموه على تحفيز التنفسية بين موظفي القطاع العام وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار تم تدشين مسابقة الابتكار الحكومي فكرة وجاءت ثمرات مبادرات سموه المنادية بالإصلاح الاقتصادي في إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين وتشكيل مجلس المناقصات ودعم ديوان الخدمة المدنية في رفع كفاءة الأداء الحكومي كما أسهمت رؤية سموه في تحرير قطاع الاتصالات وتأمين البيئة التنفسية والتنظيمية للمضي قدما وحينما حطت الجائحة برحالها على العالم بأسره قد سموه ولي العهد رئيس الوزراء مملكة البحرين إلى بر الأمان بفضل توجيهاته الحثيثة والاستباقية وهي المملكة اليوم تحتل مكانة مرموقة على الخريطة العالمية في نسب الشفاء والفحوصات الطبية وفي توفير اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا لكافة أبنائها تكاملت منظومة المشاريع التي قدها سموه ولي العهد رئيس الوزراء بما عرف عنه من تصميم وعزم فسطرت البحرين قصة نجاح فريدة من نوعها حتى باتت محط أنظار العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر